مجلس السيادة الانتقالية السودانية بقصر الاتحادية مجلس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لوفيقة سياسة ملكية الدولة ومدبولي يؤكد أنها خطوة رئيسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكريملين يعلن عدم التقدم في مصاري المفاوضات الروسية الأوكرانية الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتشن نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول رقن عبد الفتاح البرهان وذلك بقصر الاتحادية أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية حيث استعرض الجانبان حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين اشتركوا في القناة 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 نعم نعم قرن الافريقي اشتركوا في القناة 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 هيكلة خطوط السكك الحديدية بين البلدين والتي سهلت حركة التجارة بالإضافة إلى طريق السحلي بين مصر والسودان علاقات نازلية ومتشعبة في الاتجاهات والمجالات كافة يزكيها نهر النيل ذلك الشريان المتدفق من الخرطوم إلى قلب القاهرة فالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا ويسعى البلدان إلى توطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كل القطاعات حيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو عشرة مليارات ومئة مليون دولار طبقا لإحصاءات عام 2017 توزعت على مئتين وتسعة وعشرين مشروعا على الجانب الآخر تعمل في مصر ثلاثمائة وخمسة عشرة شركة سودانية تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمولية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات ومن أهم الصادرات المصرية إلى السودان المنتجات البلاستيكية والحديد والأسمدة والزجاج بالإضافة إلى المنتجات الورقية فيما تستورد مصر من السودان البذور والفواكه الزيتية والحيوانات الحية واللحوم وفيما يخص أهم المشاريع المشتركة بين البلدين يبرز بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول مائتين وثمانين كيلو مترا ومشروع طريق قسطل ووادي حلفة وطريق أسوان ووادي حلفة دنقلة بالإضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد كما يأتي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمشروع رئيسي في التعاون التنموي بين البلدين وفي المجال الزراعي تبرز مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي من بينها مائة ألف فدان في ولاية النيل الأزرق ومشروع مصري لإنتاج اللحوم في ولاية النيل الأبيض وكذلك مشروع للملاحة المصرية السودانية بين ميناء أسوان وحلفة لنقل البضائع والأفراد والسياحة استهل رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للمجلس بتوجيه أخلص التهاني للسيد الرئيس عبد الفتح حسيسي والأعضاء الحكومة والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة رفع درجات الاستعداد بمختلف الوزراء الخدمية والمحافظات مع حلول شهر رمضان الكريم وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع أنواع السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتصدي بكل حزم لكل صور الممارسات السلبية وفي رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة وذلك في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص من جهته أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري أن الوثيقة التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزراء وكذلك الخبراء والمتخصصون تعد خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مشيرا إلى أن تحديد السياسة الملكية يعد أمرا شائعا عالميا حيث قامت أكثر من خمسين دولة بتحديد السياسة الملكية المتبعة بها سواء بشكل صريح كإعلان وثيقة أو من خلال القوانين والأطر التنظيمية كما بدأت دول عربية في الإعلان عن هذه السياسات وفي هذا الإطار أكد الجوهري أن وثيقة سياسة الملكية التي يتم إعلان ملامحها تعد وثيقة مرنة لسياسة الملكية وتتواكب مع استراتيجيات الدولة والمستجدات العالمية اشتركوا في القناة شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على اتفاقية بين مصر والسعودية بشأن استثمار سندوق الاستثمارات العامة السعودية في مصر ويأتي هذا التوقيع على هذه الاتفاقية تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين البلدين الشقيقين للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودية وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهم استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد وذلك من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر تهدف الاتفاقية إلى مساهمة السندوق في تحقيق المستهدفات المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمال الوطنية وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري وكذلك نقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق ننتقل مع حضراتكم الآن مشاهدين الكرام إلى نحو وقائع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظير الأنجولية تاتي أنتونيو فيما بين مصر وأنجولا علاقات ممتدة عبر عخود من التضامن والتعاون والوجود الإرادة السياسية المشترخة القوية لتعزيز العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والصخفية والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه خارتنا الأفريقية والرغبة في التكامل والتضامن فيما بيننا الوزير تشرف بالأمس بأن استقبله السيد الرئيس حيث سلم خطاب من بخامة رئيس أنجولا إلى الرئيس السيسي أكدت مرة أخرى على أواصل العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين وترحت مبادرات مقدرة من خبل رئيس أنجولا من خبل رئيس أنجولا في مجال تعزيز العلاقات وأيضا في العمل على الساحة الأفريقية لنهود بوهدنا المشتركة نحو التنمية نحو التحقيق تموحات شعوبنا والاعتماد على بعضنا البعض فنحن أشيقها تربطنا ووصل الخوة والعمل والتضامن ولدينا من القدرات ما يؤهد في إطار عملنا المشترك أن نلتقي إلى تموحات شعوبنا خلال الزيارة أخذنا مشارة موسعة تم خلال البحث العلاقات الثنائية في كافة ملاحية السياسية والاقتصادية اتفاقنا على استمرار العمل المشترك من أجل الاختقاء بالعلاقات والتواصل فيما بيننا تحت الزيارة أيضا وطلعنا على الفعاليات لمنتدى رجال الأعمال والذي جمع رجال الأعمال المصريين والجوليين وأتاح خرصة لاستكشاف أو التعاون فيما بين البلدين أيضا نولنا خضايا قليمية على مستوى القارة وفيما يتعلق الأمن والاستقرار ومقاومة ومكافحة الإرهاب وأيضا العمل على تعزيز أليات والمبادرات التي ترحها تخامة رئيس أنجولا التي تصب أيضا في هذا الإطار تم خلال بمناسبة وجود المعاني الوزير توقيع على أربع التفاقيات مذكرات تفاهم الأولى في إطار التعاون مع المعهد الدراسات الدبلوماسية في كل من البلدين لتعزيز الصلة بين الكوادر الدبلوماسية وتوفير الإسقال مهاراتهم وأيضا التواصل فيما بينهم الاتفاق لإنشاء لجنة مشتركة يكون معنية بمتابعة تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه وتأكيد دورية التواصل فيما بين البلدين اتفاق حول المشاورات السياسية تتيح الفرصة للتنسيق المستمر والتوصل إلى رؤى مشتركة إذا القضايا السياسية الهمة على المستوى القارة والمستوى الدولي اتفاق حول إعفاء جوازات السفر الرسمية من التأشيرات المتبادلة في كل من البلدين الاتفاقيات هذه بالإضافة إلى اتفاقية سوف توقعها فمعالي وزيرة الشباب والرياضة مع الوزير المصري هي بتكرس مرة أخرى الرغبة المشتركة للبلدين لتدعيم العلاقات فيما بينهما واتفاقت مع الوزير بأننا سوف نبدأ العمل من الآن لتنفيذ هذه الاتفاقيات التنفيذ الكامل الذي يأتي بالإنشاء الله الخير والرخاء لشعوب المنطقة ويعزز من الاتصالات والسلات والرؤى المشتركة فخامة الرئيس أنجولا وجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة أنجولا ويتطلع الرئيس لتلبيتها في أول وقت الاستمرار العلاقة الخاصة التي تربط فيما بينهما والمشاورات التي دائما اتسمت بالشفافية والأخاء شكراً جزيلاً وأعطي الكلمة معي الوزير شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شناًا شكراً جزيلاً أخي العزيز اسمح لي في البداية أن أبدأ بتوجيه رسالة الشكر إليكم لدعوتي لزيارة هذا البلد العزيز مصر وكما تعلمون أن كل الأبناء ينبغي أن يعودوا إلى بلادهم كذلك هذه هي بلاد طيبة ونحن السعداء للغاية ونحن السعداء للغاية بأننا قمنا بالتدريب وخضعنا لمرحل التدريب في الأكاديمية الدبلوماسية وأعتقد أن والدي سوف يكون فخورا بأنني موجود هنا اليوم اسمح لي أن أعبر عن عميقة شكري لديكم جميعا وكذلك شكر الوفد المرافق لي كذلك وأعتقد أن هذه كما تعلمون أنها تعبر عن دلالات مختلفة لمستقبل البلدين ومستقبل العلاقات بين البلدين كما تعلمون أن هذه هي علاقة خاصة تربط البلدان لبعضهم البعض ونحن لدينا قواسم مشتركة ونريد أن نؤكد على استمرار هذه العلاقة الطيبة وعلى قد كان لدي من دواعي الشرف أن يتم استقبالي من جانب سيادة الرئيس وكان الاجتماع اجتماعا رائعا واتفقنا على آليات للعمل المشترك وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة نحن نعرف مع من نتحدث ونشكره شكرا جزيلا على قبول الدعوة لزيارة أنغولا ونحن ننتظركم في أنغولا كذلك من أجل التأكيد على أن علاقتنا علاقتنا تترجم إلى علاقة راسخة وعلاقة تاريخية هي ليست علاقة دبلوميسية ولكنها علاقة بين الشعبين وكما كانت في الماضي كانت مصر هي البلد الحاضن لأنغولا دوما كانت مصر وستظل دوما هي الملجأ الذي نلجأ إليه دوما ونحن نريد أن ننطلق من هذه القاعدة ونحن هنا نفتتح مصارا جديدا وما رأيناه اليوم في مناقشاتنا سويا كان أمرا مرائعا للغاية وخاصة فيما يتعلق بمجلس التعاون الرجال الأعمال وقد دعوت كل سادة رجال الأعمال للاستثمار في أنغولا وأخبرتهم بأن الاستثمار في أنغولا هو أشبه بالاستثمار في مصر بنفس الطريقة وخاصة في ظل التعاون المشترك بين أنغولا ومصر وهذا أمر هام للغاية وخاصة في هذه العلاقة العلاقة الخاصة التي تربط البلدان ببعضهم كأننا لدينا إصرار ولدينا عزيمة في المضي قدما وهي تختلف عن أي علاقة أخرى لأنها علاقة خاصة تضرب بجزور التاريخ مصر كان لها الكثير من المواقف الرائعة وحينما كما نعلم أن مصر حينما تعطي فهي لا تتكلب كثيرا فمصر بلد العطاء دوما ونحن نقدر ونحن نشكر هذا العطاء كثيرا وهذا إن عبر فهو يعبر بالفعل وهو إنعكاس لهذه العلاقة التاريخية نحن نريد أن نضع إطارا متميزا كما عاهدنا دوما وأشكركم مرة أخرى على هذه الدعوة قدم المستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب التهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان كما تقدم رئيس مجلس النواب بتهنئة للشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك وننتهز هذه المناسبة الطيبة لنتقدم إلى شعب مصر وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الدينية الجليلة راجين المولى عز وجل أن ينعم علينا بالخير والبركات وأن يكلل مسعانا وجهودنا في خدمة شعب مصر بالنجاح لبلوغ أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان وكل عام حضراتكم بخير ومصر وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بخير بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وجاء في نص البرقية أنه يؤكد على مواصلة العزم على خدمة شعب مصر وتحقيق المزيد من النجاح والازدهار راغيا للمولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وجاء في نص البرقية أن رجال القوات المسلحة يؤكدون على استمرار البذل والعطاء أو فياء للمهام والمسئوليات التي توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادئ السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم لتظل القوات المسلحة حصنا يصون الوطن ويدافع عن مقدرات شعبه العظيم كما بعث الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم متمنين أن يكلل الله مسيرتها الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي متقدما بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام راغيا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر العظيم بالخير واليمن والبركات وليبقى الأزهر الشريف لعصور عديدة ولأزمنة مديدة حصنا منيعا لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة متواجها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة كرب حلول شهر رمضان المبارك بعث رئيس طائفة الإنجلية بمصر القصة أندريا زكي برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كما بعث رئيس طائفة الإنجلية ببرقية تهنئة مماثلة لكل من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من المسؤولين والوزراء مقدما التهنئة للشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد استكمال هذه النشرة استقبل قائد المنطقة الغربية العسكرية أركان حرب محمد عز الدين جحوش وفدا من ذوي الهمم قادرون باختلاف ووفدا لأبناء مصر في الأيتام وذلك بالتنصيق مع الجهات المعنية بالدولة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل مع أبناء الوطن من ذوي الهمم قادرون باختلاف وتزامنا مع قرب ذكرى مناسبة يوم اليتيم والتي توافق الجمعة الأولى من شهر إبريل تضمنت الزيارة تقديم الموسيقات العسكرية لبعض العروض العسكرية المتميزة ترحيبا بالزائرين كما تم تنظيم جولة تفاقدية للوفدين تضمنت زيارة القاعة التاريخية وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية كما شاهدوا فيلما وثائقيا تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها في تطوير ودعم القطاع المدني بالمحافظات التي تقع في نطاق المسئولية كما تم تنظيم فقرة فنية وترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية من ضبط ثمانية وتسعين قضية تموينية بمضبوطات تقترب من مائة واثنين وثلاثين طن مواد غذائية وغير غذائية وذلك في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من ثنين وثلاثين طن سلع غذائية مختلفة وخمسة ألاف ومائتين وثمانين عبت زيت طعام أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من ثمانية ونصف من الأطنان من الدقيق المدعم ما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فدم ضبط قرابة واحد وثلاثين ونصف طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ستين طن حديد تسليح نظم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مائدة مستديرة بعنوان لاستثمار بين مصر وأنجولا وذلك بالتعاون مع السفارة الأنجولية لبحث فرص الاستثمار بين البلدين يأتي تنظيم المائدة المستديرة في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وأنجولا والتي تمتد لسنوات طويلة والعمل على إنشاء منصة تمكن قطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين من الاعتماد عليها كوسيلة للتعرف على فرص التجارة والاستثمار وفتح المجال للحوار بشأن فرص الاستثمار المشترك والمشروعات الواعدة في كلا البلدين وبشكل خاص في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والمياه والذي يفتح الفرصة للقاءات التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين وعرض للبرامج الجديدة لتعزيز التجارة الأفريقية من جانبي أكد تيتي أنطوني وزير الخارجية الأنجولية أهمية المائدة المستديرة لبحث فرص الاستثمار وفتح أفاق جديدة للعلاقات بين البلدين وقال كانيويا أواني مدير البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قال إن مصر وأنجولا يعملون على خلق أرضية مشاركة بين رجال الأعمال المصريين والأنجوليين لجذب الاستثمارات المصرية في مختلف القطاعات أهمية هذا المؤتمر أننا نفتح أفاقا جديدة للعلاقات بين مصر وأنجولا وخصوصا لجذب الاستثمار والمستثمرين المصريين إلينا العام والخاص وقد قمنا بالفعل على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وهو ما يؤهل المناخ المناسب للاستثمار ومن الأهداف الرئيسية بالطبع هو التأكيد على التعاون المشترك بين البلدين خصوصا في ذل العلاقات المصرية الأنجولية الجيدة بين الرئيسين ما نحتاج له الآن هو إنشاء ميكانيكية خاصة لتدعيم العلاقات السياسية القوية بين البلدين في الحقيقة أن مصر وأنجولا يعملان على توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية وما نحاول أن نفعله هو أن نستغل فرصة زيارة وزير الخارجية الأنجولي لمصر من أجل أن نخلق أرضية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأنجوليين فأنجولا تحاول أن تكذب الاستثمارات المصرية في مختلف القطاعات مثل الزراعة والنقل والتجارة والصناعة والغاز والبترول وغيرها ونحن هنا أمام فرصة هامة لرؤية كيفية تطبيق هذا التعاون أعربت مصر عن خالص تعزيها إثر حادث تحطم طائرة مروحية بالأمس تابعة لقوات حفظ السلام لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية القنو الديمقراطية وذلك في إقليم شمال كيفو الواقع بشرق البلاد ما أسفر عن وقوع ثماني ضحايا من أفراد البعثة من كل من باكستان وروسيا وصربيا عبرت مصر عن صادق مواستها لجمهورية باكستان الإسلامية وروسيا للتحادية وجمهورية صربيا ولأسر الضحايا مؤكدة على تضمنها الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية في جهودها للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالبلاد إلى تطورات الأزمة اليمنية حيث انطلقت مشاورات السلام اليمنية اليمنية في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض وتحضر المشاورات جميع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف نزيف الحرب قبل المشاورات ناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف ناشد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق النار وهي الدعوة التي لاقت استجابة من قوات التحالف بعد ساعات قليلة ليدخل وقف إطلاق النار إلى حيث التنفيذ صباح اليوم أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن دع الحجرف جميع الأطراف اليمنية للإنخراط في مشاورات تحقيق السلام مشيرا إلى أن هناك فرصة تاريخية لإنهاء الأزمة اليمنية يشكل فرصة تاريخية يجب اقتنامها والبناء عليها للحفاظ على الملف اليمني كأولوية تحظى باهتمام ومتابعة المجتمع الدولي إلى أن تضع الحرب أوزارها وتنطلق معركة البناء والأعمار فالمشاورات اليمنية اليمنية التي تنطلق اليوم في ظل انشغال العالم بظروف ومتغيرات دولية ومتسارعة وأوضاع سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة تتطلب من أبناء اليمن فهم هذه الظروف ودراسة أثرها وتقييم عكاساتها على العالم أجمع وعلى اليمن بوجه خاص عقد المرسد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي اجتماعات بالقهرة برئاسة عادل العصومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس مناء المرسد ونقش المجلس ودع استراتيجية عربية لتعزيد إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي كما استعرض الاجتماع خطة عمل متكاملة لتعزيد ثقافة حقوق الإنسان وسبل الارتقاء بالثقافة الحقوقية في الوطن العربي وقد أوضح عادل العصومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرسد العربي لحقوق الإنسان أن هناك دولا تستغل قضايا حقوق الإنسان لأسباب سياسية وأعلن العصومي إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان في الدول العربية لرصد المؤشرات الإيجابية لأوضاع حقوق الإنسان في تلك الدول بعد جهود متواصلة عكف المرسد عليها نطلق المؤشر العربي لحقوق الإنسان والذي بدوره يضع مؤشرات صحيحة لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي حتى تكون أداة فاعلة في عملية تطور المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية وما يساهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها منظمات خارجية مشبوهة تتخذ من ملف حقوق الإنسان الذريع للتدخل في الشؤون الدول العربية كما نسعى جاهدين من خلال تحركاتنا على الصعيدين الدولي والأقليمي إلى فتح آفاغ واسعة وتكوين شبكة علاقات وغنمات اتصالات من النظمات الأقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال الرئيس الأوكراني فلودامير زالنسكي قال إن الحرب مستمرة وروسيا تنشر قوات جديدة على الأراضي الأوكرانية دعا زالنسكي في كلمة له أمام البرلمان النرويجي إلى زيادة إمدادات الطاقة إلى أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أكد الكراملين أن شبه جزيرة القرم هي جزء من روسيا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن وطع أوكرانيا من مطالبها على طاولة التفاوض يعد أمرا إيجابي مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المفاوضات التي جرب بين الوفدين الروسي والأوكراني مؤخرا لم تؤدي إلى نتائج واعدة ولا إلى أي تقدم ملموس أعلنت بلدية كييف الأوكرانية أن المدينة لم تتعرض للقصف بالأمس بعد قرار روسيا تقليل العمليات العسكرية في محيطها كانت روسيا قد أعلنت أنها ستخفض بشكل كبير من النشاط العسكري على جبهتي كييف وتشيرينهاف في أوكرانيا وذلك عقب مباحثات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني بعد أكثر من شهر على اندلاع النزاع الذي أودى بالألاف وأكبر الملايين على الفرار من منازلهم أصارت المحادثات الأوكرانية الأخيرة الأمال بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي بوتين والأوكراني زيلينسكي لحل الأزمة الأوكرانية عقب المحادثات أعلن رئيس الوفد الأوكراني دافيد أرخاميا عن شروط كافية بما يسمح بعقد لقاء مباشر بين الرئيسين الأوكراني والروسي داعيا إلى آلية دولية من الضمانات الأمنية تعمل من خلالها دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل الخامس من ميساق حلف شمال الأطلسي الناتو بل حتى بشكل أكثر صرامة وينص البند الخامس من ميساق الحلف على الدفاع المشترك في حال تعرض إحدى الدول الحليفة لهجوم وفي بادرة منها لتهديئة الأزمة الأوكرانية أعلنت روسيا أنها ستقلص عملياتها العسكرية بشكل جذري بعدة مرات في مدن كييف وتشيرنيف وأكد رئيس وفد التفاوض الروسي فلاتمير مندسكي أنه تم إجراء نقاشات مفيدة مع الجانب الأوكراني بينما قال نائم وزير الدفاع الروسي ألكزادر فومين إن المحادثات حول إعداد اتفاق بشأن وضع أوكرانيا المحايد وخلوها من الأسلحة النووية انتقلت إلى مرحلة عملية وفي الوقت الذي أعلن فيه عن حدوث تطور بشأن المحادثات الروسية الأوكرانية سارع الرئيس الأمريكي جو بايدين بالقول إن الغرب يريد أن يرى إذا كانت روسيا ستفي بوعدها بخفض التصعيد العسكرية حول كييف وتشيرنيف في الوقت الذي أكدت فيه كييف نفسها أن العاصمة لم تشهد أي عمليات عسكرية طوال الليل لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي إلى ذلك بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الوضع في أوكرانيا في اتصال الهاتفين مع رئيس الأمريكي جو بايدين والفرنسي إيمانيويل ماكران والمستشار الألماني أولف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي هذا وقد أوضح بيان نشره الموقع رسمي للحكومة البريطانية أوضح أن القادة اتفقوا على أهمية دعم الشعب الأوكراني والحفاظ عليه في حرب ضد العملية العسكرية الروسية كما صلت جونسون الضوء على الهجمات التي يتم تنفيذها في مدن كماريبول وناقش القدى الحاج الماسة إلى العمل معا لإعادة تشكيل هيكل للطاقة الدولية وتقليل الاعتماد على الهيدرو كاربونات الروسي أكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تنظر بشكل تام تجاه أي وعود تخرج من روسيا حول أوكرانيا أوضح راب أن بريطانيا سوف ترد على موسكو وذلك استنادا إلى أفعالها وليس ما يصدر عنها من أقوال مضيفا أنه لا يزال يتعين إتاحة فرصة للديبلوماسية وانسحاب موسكو من أوكرانيا وليس مجرد إعادة التمركز أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية أن وحدات روسية قد تكبدت خسائر فادحة في أوكرانيا مضطرها للعودة إلى روسيا وبلاروسيا في مسعى لإعادة تنظيم نفسها وإعادة التزود بإمدادات هذا وقال الدفاع البريطانية أن مثل هذه الخطوة تضع مزيدا من الضغط على اللوجستيات الروسية المرهقة بالفعل وتوضح الصعوبات التي تواجهها روسيا في إعادة تنظيم وحداتها في المناطق الأمامية داخل أوكرانيا أضفت وزارة الدفاع البريطانية أنها ترجح أن تواصل روسيا تعويض الفاقد في قدرتها على المناورة بريا من خلال ضربات للمدفعية والضربات الصاروخية الموسعة المترجم للسرعة البريطانية المترجم للقيم والأنها تقيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزارة التعاون الدولي تعمل على تعميق التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة على صعيد العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وقد أوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع للعمل المشترك مع المملكة المتحدة لاستكمال طريق العمل المناخي من خلال تنظيم الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ وتنصيق الجهود فيما يتعلق بحجد تمويلات الميسرة التي تعزز نمو القطاع الخاص وتحفز مشاركته في جهود التنمية أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مشاركة الشباب في جهود العمل المناخي تمثل أحد المحاول الرئيسية لضمان تنفيذ حقيقي يعتمد على مشاركة كافة مكونات المجتمع وقطاعاته في العمل من أجل المناخ وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة انخراط الشباب بصفة خاصة في مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ وإتاحة الفرصة الكاملة للشباب لسماع أفكارهم ومقترحاتهم للخروج بأفكار محددة للإجراءات الخاصة بخاصة للتغيرات المناخية جاء ذلك خلال كلمة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنصق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ 27 في الحلقة النقاشية مع عدد واسع من الشباب المعني والمهتم بمجال العمل المناخي أشهد صندوق النقد الدولي باهتمام مصر بالاستثمار في طرق الرئي الحديثة والتعليم والرعاية الصحية أكدت مدير عام صندوق النقد الدولي أن أنظار العالم تتجه حاليا إلى مصر التي تستضيف مؤتمر المناخ قاب 27 أواخر العام الجاري وقد جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها مدير عام صندوق النقد الدولي أمام القمة العالمية للحكومات في فعالية تستهدف إطلاق دراسة تحليلية لإدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى وذلك بعنوان في قلب الاحترار التكيف مع تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى شارك وزير الموارد المائية والرعي محمد عبد العاطي افتراضيا في جلسة تحرية المياه منهجيات لمحلية الإدارة للمياه والتعامل مع المناخ والمنعقدة ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة أكد الوزير محمد عبد العاطي على أهمية تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس والمعني بقطاع المياه مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين ملفي المياه والمناخ مشيرا إلى أن العام الحالي يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولي وعلاقاتها بتغير المناخ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية بشأن تتشيني وزارة المالية لصفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعية لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي سواء الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة محذرة المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيؤدي تطبيق الرقمان الكامل للاقتصاد إلى زيادة 46% من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي وأشار المركز في هذا الصدد إلى أن القرار خاص بالتطبيق الكامل للرقمان في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة معدلة التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عاما كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدلات التوظيف في شركات التصنيع كما سيؤدي أو يعادل 1.5 مليون وظيفة لفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه سيؤدي للتطبيق الكامل للرقمان إلى انخفاض معدل البطالة الاحتكاكية من 10% إلى 7% على مدى سنوات مع الوصول إلى صفر بطالة احتكاكية خلال 16 عام تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعروي تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات خلال تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعدية على أملاك وأراضي الدولة والتي انطلقت في التاسع عشر من يناير الماضي أشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات قد نجحت في استرداد أربعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين ألف متر مربع أراضي أملاك دولة تم التعدي عليها بالبناء وذلك بإجمالي أربعة وعشرين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانين مبنى مشددا على عدم التهون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة واستمرار المحافظات بالتنصيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظا على حق الشعب وتأكيدا لهيبة الدولة وتوجيها لرسالة واضحة للجميع بأنها لا تسامح مع أي تجاوز ضد ممتلكات الدولة أكد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على إعطاء أولوية قصوى لدعم المرأة المصرية وتمكنها في كافة المجالات والقطاعات وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يواصل من خلال العديد من المبادرات والشراكات جهوده لتعزيز التنوع بين الجنسين في مواقع العمل والاستمرار في إزالة كافة التحديات ذلك جاء ذلك في كلمته أمام احتفالية هي والطاقة للاحتفاء بدور المرأة في صناعة البترول والغاز المصري وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان إلى 390.741 منتفعة وذلك من خلال الحملة التنشيطية حق اقتنظمي والتي تم تنفيذها باثنتين عشرة محافظة خلال الفترة من السادس وحتى السابع عشر من الشهر الجاري أكدت الوزارة أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة قد نفذت عبر 160 عيادة متنقلة و219 عيادة ثابتة في 856 موقعا لتغطي 561 قرية من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العيل عددا من المنافذ والمعارضة التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة شدد محافظ القاهرة على المسؤولين عن المعارض إحكام الرقابة عليها والتأكد من بيع السلع المنخفضة للمواطن العادي لمنع المتاجرة بها ليصل الدعم إلى مستحقية أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جمعي للمؤشرات بدغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب خسر رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.623 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 1.35 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 11239 نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 57 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 1917 نقطة وهبط مؤشر إي جي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 63 من مئة في المئة ليغلق عند مستوى 2900 نقطة أكد رئيس البنك الدولي ديفيت مالباس أن دول الخارج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهديئة أسعار النفط والغاز في الأشهر القادمة وحث رئيس البنك الدولي العديد من الدول المستهلكة ومجموعة أوبك بلاس على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2008 في هذا الشهر عند مستوى 139 دولار للبرميل لذلك أعطي أن تقوم بإمكانك العديد من المستوى أن تقوم بإمكانك العديد من المستوى والإعائق بسيارات تفكوين من الدخول يحتاج إلى جديد أكبر المؤطةية عن توجد مع البلدان تقاتي بجبارات الطريقة تجل هذا النقاط والثاني بلداني من الدخول الشعور بالطلاب أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه في إطار ما يجمع مصر والسودان قيادة وحكومة وشعبا من روابط أخوية متينة وأزلية وعلاقات راسخة ووحدة المصير المشارك استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي اليوم في قصر الاتحادية أخاه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقيمت لهم راسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرص الشرف عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين حيث ساد اللقاء روح المودة والإخاء الذي يجسد عمق العلاقات المتميزة والقائمة بين البلدين وقد استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنصيق القائم بين الجانبين مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين لوادي النيل فضلا عن تعظيم جهود تحقيق التكامل الزراعي والربط السكاكي والكهربائي بين البلدين إلى جانب تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين هذا وقد أكد الجانب المصري في هذا الإطار على إدراق بصر الكامل للظرف الدقيق الذي يمر به السودان حاليا وضرورة العمل المشترك على أن لا تؤثر التطورات الجارية على الساحة الدولية على جهود دعم السودان لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد مع استمرار مصر في إرسال حزم المساعدات والدعم اللوجستي والإنساني للسودان الشقيق وذلك إلى جانب تقديم الدعم الفني للكوادر السودانية وتفعيل كافة برامج التعاون الثنائي وذلك انطلاقا من مساندة مصر غير المحدودة للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني وأعرب الجانب السوداني عن اعتزازه بالتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان مشيدا في هذا الصدد بالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين والدعم المصري الصادق والحثيث من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومشددا في هذا الخصوص على وجود أفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية فضلا عن تعوينه على الاستفادة من نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين كما تم التباحث بشأن شؤون الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية وأعرب الجانب السوداني في هذا الإطار عن التقدير الكامل للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية السودانية في مصر في حين أكد الجانب المصري على الترحيب الدائم بالجالية السودانية الشقيقة في بلدهم الثاني مصر وشمولهم بكافة أوجه الرعاية في ظل صلة الدم والرحم الممتدة في أعماق التاريخ بين شعبي واد النيل وفيما يتعلق بآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تباحث الجانبان بشأن تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وتم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنصيق المتبادل في هذا الصياق من خلال الفترة القادمة مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة للأمن القومي ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف وفي هذا الشأن الليبي شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وقد أكد على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وذلك فضلا عن أهمية دعم دور مؤسسات الدولة الليبية واطلاعها بمسؤوليتها كما أكد الجانبان أيضا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذا للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ذات الصلاة بالإضافة إلى ضرورة استمرار لجنة 5 زائد 5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها بهذا مشاهدي الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية 12 الثالثة قدمناها من التلفزيون المصري ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوين الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بقصر الاتحادية مجلس الوزراء يستعرض الملامح الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة ومدبولي يؤكد أنها خطوة رئيسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الكريملن يعلن عدم تقدم في مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية بهاية نشاط الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة